على مر عقود تعاقبت الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين لكنها لا تسقط مع الزمن وهو ما تحقق بقرار لنائية الدولية في اعترافها الرسمي على ولايتها على الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وهو ما يتيح لها الحق في التحقيق بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين نحن ننظر بالقرار بأنه خطوة على طريق العدلة ونحن بالمناسبة كفلسطينيين نحن ما نسعى إليه هو العدلة الموضوع ليس سياسيا من طرفنا الإسرائيليين يحاولون أن يضعوه في إطار السياسة ضمن حملة منظمة لتقويض عمل المحكمة لأنه في نهاية الأمر من يشعر أنه ارتكب الجريمة لن يسمح بالتحقيق في مرتكب من جرائم قرار المحكمة الجنائية يتيح المجال أمام وضع جميع مجرمي الحرب الإسرائيليين مدنيين أو عسكريين في لائحة الاتهام وإن لم يحدث ذلك فإن هذا القرار يشكل رادعا لإسرائيل من الاستمرار في جرائمها قرار لاقى ترحيبا فلسطينيا واعتبروه امتصارا للعدالة الدولية وللحق الفلسطيني بارتياح شديد استقبلنا قرار محكمة الجنايات الدولية بانطباق ولاياتها القضائية على أراضي دولة فلسطين هذا يمكن أن يشكل قاطرة قانونية لمحاكمة دولة الاحتلال على مختلف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني خاصة جرائم العدوان المباشر أو الجرائم عبر الاستيطاني الذي يعتبر شكل من أشكال جرائم الحرب إبادة جماعية وجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية وصولا إلى العدوان المتكرر والحصار على غزة جرائم ارتكبها الاحتلال بالصوت والصورة ستباشر الجنائية الدولية بالتحقيق فيها من دون العودة إلى المحاكم الإسرائيلية فمهما طال الزمان وتعاظمت الانتهاكات الإسرائيلية وتعالت أوجاع المحاصرين فإن الفلسطينيين لا يشكون أبدا بأن الحق لن يضيع ما دام وراءه مطالب شروق شهين تلفزيون سوريا قطاع غزة